اشتركوا في القناة 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 في بعض اللاعبين بيكونوا موجودين في الملعب مهمين بيدوا تقلل الملعب لو مش عايزوا في الملعب كاساسي لما بينزل ملعب دكة او بيكون دكة بيكون ليك حلول تانية زي ما كل مصر اول ما تم الاعلان على الاربعين لاعب اسمائهم مقترح يكونوا في القناة كل الناس استغربت فين طريق حامد ازاي يعني افضل اربعين لاعب هينضموا لمنتخب اسم طريق حامد مش موجود ومحدش تلع محدش برر محدش وضح محدش الى اي حاجة وبالطبيعي ده اللي هيحصل برضو دلوقتي هي دي القايمة هو ده اللي هنلعب به ولكن لازم نقول وجهة نظرنا زي ما هندعم وهنقف في ظهر منتخبنا الوطني لازم نقول وجهة نظرنا بكل حيادية وده اللي احنا اتعلمناه رابع مفاجئة هو احمد رفعت هدف مصر في كأس العرب واللي قد مستويات ممتازة جدا في كأس العرب وكان موجود مع منتخب مصر بقوة ولكن تم استبعاده خمس المفاجئات بالنسبة لكل الناس استبعاد اتنين مهاجمين محترفين في اوروبا احمد ياسر ريان واحمد حسن كوكا كنا نتمنى وجود حد من اللاعبين دول موجودين اكيد كان يفرق مع منتخب مصر على الاقل وجود مصطفى فتحي او افشا اكيد كان هو يضيفه لمنتخب مصر طبعا طرق حمد اتكلمنا عنه قبل كده كتير في اول ما تم الاعلان عن اول اربعين لقاب طبعا احنا هارجع واقول تاني هندعم مش بدعم كيروش لشخص كيروش ابدا انا بدعم كيروش عشان هو المدير الفني لمنتخب مصر انا بطبيعة الحال هادعم منتخب مصر بطبيعة الحال افضل واقف في ظهر منتخبي لازم افضل ادعم لعبتي لازم اقول للناس اللي جاي افضل في لعبه كويسين طبعا مش معنى اللي احنا بنقول في بعض اللاعبين كممكن يكونوا موجودين وانت بفروض تاخد 28 تب كنت اخد التلاتة دول كنت اخد اتنين يكونوا موجودين معاك هيفيدوك في الملعب في الفترة اللي جاية ولكن الكلام ده كله مجرد اقتراحات مننا مجرد وجهات نظر المسؤول الاول والاخير عن منتخب مصر هو كارلوس كيروش والجهاز المعاون وفي الاخر هما اللي يتم محاسبتهم احنا بس بندعم منتخبنا ندعم لعبتنا بنشجع بنهتف دايما موجودين في ظهر المنتخب ولكن لازم دايما نقول رأي حضراتكم اللي هو ونقول رأي الشارع اللي هو ده الناس اللي بتتكلم في السياق ده طيب مرعان حمدي منين انت كنت مديله الدعم الكامل الدعم الكامل كنت مديله في كأس العرب وبتلعب بيه دايما دايما والناس كلها بتتكلم في كل الاستوديوهات وفي كل الشوارع وفي كل الأماكن وفي كل المواقع يا جماعة طب تجرب فروتاني مرعان بلاش نخصوا عليه بلاش تخلي الناس تبدأ تزود الكلام على مرعان ليه نظلم اللاعب طب تجرب لاعب تاني طب ما تجرب فروت تاني مفيش مراوان موجود ونبدأ نظلم بعض اللاعبين تانين وحتى لو مراوان مش موجود سترايكر بيتظلم وتحط كاوينج رايت او ليفت ده كان بعض المشاكل اللي موجودة في كأس العرب والمفاجأة مش موجود دلوقتي مراوان حاليا مش موجود فوجهة النظر بتتغير من ثانية للتانية من بطولة للتانية أنا مشكلتي مش في تغيير وجهات النظر أنا مشكلتي في عدم توضيح بعض الاختيارات محدش يطلع يقول لي أصلي الراجل ما بيتكلمش محدش يطلع يقول لي أصلي دي حرية شخصية محدش يطلع يقول لي لازم يعمل كده بالعكس أكبر مدربين العالم بيعودوا في أي مؤتمر وبيتسئل فلان الفلاني ليه ما كانش موجود بيقول مش عايزه فنيا بيقول ما اقتنعتش بيه مؤخرا بيقول مش هيضف لي في التاكتكس بتاعتي بيقول لظروف تأدبية لازم نفهم وجهة النظر مش هنشوف الكلام ومحدش هيرد علينا دي بالنسبة لي أكبر مشكلة دلوقتي خلونا نطلع تقرير عن قايمة منتخب مصر ونرجع لدي أخبارنا أنهى البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني حالة الجدل حول القائمة النهائية للفراعينة في كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون والتي ستنطلق يوم التاسع من يناير المقبل بالإعلان عن أسماء اللاعبين المقرر مشاركتهم في البطولة كيروش ضم 25 لاعبا للقائمة النهائية للمنتخب بضم رباعي حراسة المرمى محمد أبو جبل ومحمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمود جاد وفي الدفاع ضم محمود حمد الوينش ومحمود علاء وأحمد فتوح وعمر كمال وأيمن أشرف وأحمد حجازي وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم بينما ضم كيروش في وسط ملعب الفراعينة ببطولة إفريقيا إمام عشور وأحمد سيد زيزو وعبد الله السعيد ومهند لاشين ومحمد النني وحمدي فتحي وعمر السولية وفي الهجوم جاء الفرعون محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد ومحمد شريف ومحمود رزيجي ورمضان صبحي ولم تخلق قائمة المنتخب من مفاجآت جديدة للبرتغالي كيروش بعد استبعاد بعض الأسماء بشكل مفاجئ أبرزهم مصطفى فتحي أحد نجوم المنتخب في كأس العرب الأخيرة كما استبعد كل من محمد نجدي أفشا ومحمد فوزي وأحمد ياسين ومحمد فتحالة كماتشو ومروان حمدي ومروان داود ومحمد حمدي وأحمد ياسر رايين وأحمد حسن كوكا وأحمد رفعت وإبراهيم عيدل ومحمد هيني وأحمد رمضان بيكهم وأحمد نبيل دونجا ويمطلق معسكر المنتخب للبطولة الإفريقية يوم الثاني من يناير المقبل قبل خمسة أيام من السفر إلى مدينة جاروال كاميرونية يوم السابع من يناير لخوض مبارتين نيجيريا وغنيا بيساو يومي الحادي عشر والخامس عشر من يناير ثم الانتقال إلى العاصمة الكاميرونية ياويندي لملاقات المنتخب السوداني يوم التاسع عشر من يناير في ختام مرحلة المجموعات في البطولة كل التوفيق والدعم للفراعنة في الرحلة الإفريقية أملا في تحقيق حلم المصريين وحصد النجمة الإفريقية الثامنة في الكاميرون أهلا بيكو من جديد ودلوقتي خلونا نبدأ مع بعض بأخبار نادي الزمالك بدايتنا مع أخبار نادي الزمالك من عند باتريس كارتيرون مدير الفني نادي الزمالك اللي سيغادر القاهرة النهاردة لقضاء فترة الأجازة اللي حصل عليها الفريق خارج البلاد كمان هيسافر ببرتغالي فرناندو مدرب الأحمال وبرزيلي أوليفيرا مدرب الحراس إلى بلدهم وكان الزمالك حصل على راحة حتى يوم 5 يناير مقبل على أن يستقنف الفريق تدريباته في 6 يناير بعد إلغاء دورة الإمارات الودية اللي كان مقرر لها في يناير المقبل ومن المقرر أن يعود كارتيرون معاوني الأجانب إلى القاهرة يوم 5 يناير المقبل لقيادة تدريبات الفريق يوم 6 يناير بعد انتهاء فترة الراحة اللي تم منحها للجهاز الفني ولللاعبين وبيستعد الزمالك لمشاركة في بطول الكأس الربطة المقرر إقامتها في شهر يناير المقبل بعدما تقرر إلغاء الدورة الودية فإن شاء الله الفترة الجاية يقدر الزمالك يجهز بشكل قوي جدا سواء كنا نجهز في موضوع البطولة الودية ولكن البطولة تم إلغاءها لبعض الظروف فنجهز في بطولة كأس الربطة لاستقناف الدوري وكمان لمشوار بطولة أفرقيا السنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أونجم لعبة نادي الزمالك سفروا يعني عقدت دارة نادي الزمالك جلسات مكسفة مع الفرنسي فاترس كارتيرونا مدير الفني للفريق لبحث البدائل لمعسكر الإمارات بعد إلغاءه بشكل رسمي وبيدرس بقى مسؤول الزمالك إيجاد بدائل لمعسكر الإمارات باللعب ومبراياته الدية أو الاكتفاء بالمشاركة في بطولة الربطة وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القادة من نادي الزمالك بقادة الفرنسي فاترس كارتيرون منح اللاعبين راحة بداية من اليوم حتى 29 ديسمبر الحالي وحتى يوم 5 يناير فإن شاء الله اللعيبة هو الراحة من 29 ديسمبر إلى 5 يناير آسف وإن شاء الله اللعبة ترجع فرش وجهزين للفترة اللي جاية وشاهد تدريب فريق الزمالك خلال الساعات الأخيرة حالة من التفاؤل الشديد بعد الإعلان عن قرع الدوري الأبطال طبعا حالة من الأرياحية مش أرياحية عشان المجموعة اللي معانا فيها فرق ضعيفة بل العكس خالص هي أرياحية علشان أنت عارف رئتين كويس جدا من المجموعة عارف فيترو أتليتكو لعبته قبل كده وعارف الوداد المغربي ولعبته قبل كده بالتأكيد وعارف الرياضة وعارف الكرة المغربية سجراد الأنجولي اللي مش عارفينه كويس ولكن هندرسه وزي ما احنا عارفين العلاقة القوية اللي بين الرياضة المصرية والرياضة المغربية دايما تحديدا الزمالك مع الأشقاء العرب اللقاءاته بتكون مليانة روح رياضية مليانة متعة في الملعب سواء في مصر أو في المغرب وهو ده اللي احنا ما تعودين منه على الكرة المغربية الزمالك بيلعب في المغرب كأنه بيلعب في مصر والعكس صحيح سواء الرجاء أو الوداد بيلعبه في مصر نفس الكلام وشفنا من سنتين لما زمالك قابل الرجاء في الدور القابل النهائي هناك كان زمالك قبل بترحاب قوي جدا والعكس لما الرجاء جمهنة نفس الكلام هي دي الروح اللي احنا متعودين عليها من الأشقاء العرب اللعابين بقى تعهدوا على تحقيق نتائج طيبة وتعويض الخروج من دور المجموعات في النسخة الأخيرة وده اللي احنا كنا بننادي به وبنتكلم بين اللعيبة لازم يحسوا أن أول لقائين دول أهم لقائين فكرة تقدر تجمع من أول لقائين ست نقاط تحط القدم في الأدوار اللي بعد كده وإن شاء الله ده يحصل في دور المجموعات طلب الجهاز الفني لفريق الزمالك اللعبين بخوض مجموعة من تدريبات البدنية النهاردة على هامش فترة الأجازة للحفاظ على حالة اللعيبة بدنية خلال فترة التوقف الحالية وحذر الجهاز الفني للفريق اللاعبين من الصهر والإفراط في التناول المأكلات ومن المقرر أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته يوم 6 يناير المقبل على معنى عبداللطيف أو بلجيلة بمقر النادي عقب انتهاء فترة الراحة التي منحها المدير الفني لللاعبين بعد ما عرفنا أخبار ندينا الملك العظيم جي الوقت نروح للأخبار المتنوعة وأكتر الأخبار المتنوعة بالتأكيد أكون عن منتخبنا الوطني وبطولة أمم أفرقيا البداية أكيد مع قايمة منتخب مصر اللي أعلنها الجهاز الفني بيقادة كارلس كيروش لمشاركة في نهايات أمم أفرقيا اللي تنطلق 9 يناير المقبل في الكاميرون والقايمة ضمت 25 لاعب وهم من حراسة المرمى بقى كده الشناوي أبو جبل وصبحي ومحمود جاد خط الدفاع أحمد توفيق عمر كمال أحمد حجازي والونش أيمن أشرف أحمد فتوح محمد عبد المنعم ومحمود علاء أما عن خط الوسط عمر السلية حمدي فتحي إمام عشور عبدالله سعيد محمد النني وزيزو ومهند لشين في خط الهجوم عمر مرموش ومحمد شريف مصطفى محمد ومحمد صلاح واتريزيجي ورمضان صبحي يعني القائمة نتمنى تقدر ترجع بكأس الأمم في الفترة اللي جاية ومن الحجاب برضو اللي كان نفسي تكلم فيها في الإنترو أحمد يسين مدافع أكيد البنك الأهلي اللي كان موجود من منتخب مصر صفتورة كأس العرب وظهر بشكل جاي جدا فدي كانت تعلمة استفهم برضو في القائمة معنا هترفون دلوقتي كابتن حمد طلبة تعقبا بقى على القائمة أبو كباتن أهلا بحضرتك حبيبي يا كابتن أضا والله وحشني كتير جدا وإنت جدا والله العظيم نبتشوف يعني المكان قريب وهو نتقابل قريب جدا إن شاء الله أواني أجل حضرتك بورسعيد وإن شاء الله نلتقي قريبا بس إيه تعقيبك على القائمة أول حاجة طبعا أنا خلاص أعطي في القائمة أضا خلاص ده كده سهل أوي أه موجود دلوقتي خلاص يعني أول حاجة أنا مبسوط جدا لأنا معاهدك أنت أعلامي شاطر جدا وإن شاء الله إن شاء الله شوفك في حتة أعلى وأعلى بس في كناة نادي الزمالك أشكرك أه أنت شخصية جميلة وتعقيبا طبعا على القائمة أنا القائمة الواحد مش مبسوط منها خالص أه حاجة تحزن أه ما يعرفش الراجل لغاية النهاردة أنا أقول الراجل ده مش عارف لغاية النهاردة هو مدرب كويس ولا مدرب وحش مش قادر يكنني ولا يكنع الجمعير المصرية كلها آآ بيعمل حاجات وبيعمل اختيارات غريب بالشكل معاين أنا في الأول كنت معاه اللي هو في الاختيارات وقرأ في الاختيارات إنما كل ما شوفه الاختيارات دنيا بالسوق بالنسبة لي آآ طبعا أنت النهاردة ده أربح والرأس مرمى أنا شايف أربح والرأس مرمى كتير آآ تاني حاجة أنت النهاردة آآ تبعدته آآ تبنت الناس دية النهاردة أنت قلت بتعتمد عليها بشكل كبير جدا في البطولة العربية آآ وبتدلهم في البطولة العربية بشكل كويس والناس بصراحة أدت بشكل كويس يعني أنا شايف الثلاث لعبة دول الظلم وعلى الرأسهم طبعا على الرأسهم اللي الناس كلها النهاردة لغات النهاردة مش مقتنع اللي هو ما يكونش آآ في القايمة طريق حامد طبعا يعني طريق حامد من العناصر المهمة جدا 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 اللي قاتل المفروض تبقى موجودة في القايمة لأ الاختيرات صعبة أنا بصراحة أنا في زهول يعني النهاردة تبديل محمد صلاح المفروض مصطفى فاتح الكل موجود مصطفى فاتح لعج وعمل بطولة كويسة أوه في التشكيل اللي قدامنا زيزو آآ أحمد بس انت النهاردة تتكلم على برضو ثلاث عناصر آآ أضا احترامين يعني ناس لعبة كبيرة لعبة عندها خبرات لعبة بتشارك مع أنبيتها هو احنا طبعا مش بنهاجم الراجل هو طبعا ليه الاحترام أنا عارف أنا فقط بوضح للناس وشان في الناس ما بتصدق تمسك أي كلام بالعكس احنا تاريخه تاريخه كبير جدا وإحنا عندنا أمل معايا في الفترة اللي جاي ولكن بنحب بنحب نشوف بعض الأمور بشكل جيد بنحب نفهم فإحنا أخذنا خمسة وعشرين وشلنا ثلاث لعبيه مهمين الله ينور عليك أنا أخلي بالك أنا مش بهاجم الراجل بس أنا أنا حزين جدا في الاختيارات أنا مش بهاجم وربنا يوفقه ونشوفه ونعمل بطولة كويسة نال في سنة احنا نتمنى للتوفيق عشان خطر منتخبنا الوطني بص يا عبد النهاردة لما يتبع مدارك يقول لك أنا ما تحسبنيش على بطولة العربية ولا تحسبني على أمو أفريقيا يقول لك الكلمتين دول لا الكلمتين دول أنا مش شايفهم مش شايفهم كويسين يعني أنت النهاردة تقول لي بالأرقام والكلام دوت يعني الناس كتبتكلمني بالأرقام النهاردة بالأرقام أنت ما أخذش حتى مركز ثالث في البطولة العربية الأمم أفريقيا أنت ما إزاي تقول لي أنا ما تحسبنيش على أمو أفريقيا لا لا أسمع حزبك هم يقول لما جانا حزبك حزبك على إيه طبعا احنا مش بنهاجم الراجل طبعا وأنفضل معاه وأنفضل نتاندو فالسنة حزين اللعبة دي تديتها ليه في البطولة العربية أحمد رفعد يعني قضي أحمد رفعد أنا شايف واحد من الناس اللي هو الضلب صح اللي بكلام لا مرهان حمدي أنت أصريت عليه وخليت الناس تفضل تهاجم الولد يعيني وأنا كنت باشفق عليه والله العظيم هجوم شرس من كل الناس الناس محتاجة تشوف مرهان أكتر وهو كان أخذ تعليمات أبلعب في مكان برضو مرهان مش اللعيب السيء يعني الناس كان متحملة عليه ولكن أنت خليت الناس دوس عليه وفي الآخر ما أخذتوش كتاني في القائمة اللي بعدها حسين فيصل ما ضمتوش أصلا من الاربعين في الأول في بعض العموات تستفهام أنا عند حق اللي أنا بقول لك الاختائرات صعبة أنت مش مفاهمنا حاجة أنت الناس بلازم تطلع تعمل مؤتمر وتوضح للناس إيه سبب الاختائرات إيه سبب الاتبعاد أحمد ياسين ده لعب كويس أوي أوضع يعني الناس اللي هي جاية دي مستقبل كبير أوي مستقبل كبير ولعب عنده سوكة في نفسه ولعب قوي يعني النهاردة لازم يكون عندك بديل في الحيثة دي أنت النهاردة عندك حجازي معاليش ما احترامي ليك بقى بدأ السن يكبر بدأ لازم تحليه بديل كويس أنت فاهم قصلي إنما النهاردة أكرم توفيق أنا مع أكرم توفيق ما ليش بديل يعني عمر كمال أنا مش رايب قوي عب في الحيثة دي عمر كمال هجوميا أكتر وكمان أحمد ياسين جاي له عروض احتراف فأنا نتمنى له التوفيق بس في الآخر إحنا بنسانب منتخبنا الوطني ورأي حضرتك بصراحة يعني لخصت فيه كل كلام الجمهير المصرية يا كابتن حمادة نورتنا وشرفتنا وإنشانا ننتقل رائب جدا شكرك طبعا كابتن حمادة طلبة نجمي من نجوم ناديا زمالك منتخب مصر عقب على اختيارات كيروش لقايمة منتخب مصر نطلع فاصل سريع ونرجع نستكمل مع حضرتكم أهلا بيكم من جديد ونكمل أخبارنا المتنوعة وزي ما قلتلكم أكيد يبقى البداية والكلام أكتر عن منتخب مصر وعن مطولة أفريقيا شهدت قايمة منتخب مصر النهائية المشاركة في أمام أفريقيا في 2022 اللي هتصطدفها الكاميرون استبعاد 15 لاعب وهم محمد فوزي أحمد ياسين محمد فتحالة ومراوان حمدي مراوان داود مصطفى فتحي محمد مجدي هفشة محمد حمدي أحمد ياسريان أحمد حسن كوكا أحمد رفعت إبراهيم عادل محمد هاني وكمان أحمد رمضان بيكم وعماد نبيل دونجا كل توفيق لمنتخب مصر وبالتأكيد بتبقى يعني كل اللاعب بيكون نفسه يمثل منتخب مصر كل اللاعب محدش يقول أو محدش يقول كده أصلا مش فارق مع اللعيبة بلا بالعكس كل اللعيبة بيكون مهم بالنسبة لها جدا يلبس تشيرت منتخب مصر حتى لو هينزل بديل حتى لو مش هينزل حتى لو قاعد على الدكة بس بيكون مهم جدا لكل اللعيبة إن هما يرتدوا تشيرت منتخب مصر نوع شرف لأي اللاعب ومعانا على تليفون قول لي بقى شايف القايمة إزاي وشايف توابع القايمة إزاي من الصحافة ومن السوشيال ميديا بص يعني في البداية هنتكلم من الراجل بيواصل سلسل المشاكل يعني راجل طبعا على طفول مصير الجدى من أول ممجل من أول معصر ومن أول قايمة يعني هنرجع بالذكرة كده حتى لو ما شوية أول قايمة سأزانك بس تعالي صوتك سنة أستاذ محمد تمام أيوه تمام كده كويس آه هنرجع بالذكرة شوية كده ورا يعني أول معصر أو أول قايمة للفضل في نبيب التبعات محمد شكريف ومحمد أبشر صحيح بدون أي أسباب وضع ثاني معصر صارق حامد وإحمد ساز آآ بدون ومصطفى فاتحي بدون أي برضو أسباب وضع آآ فالمرارات الحال القايمة برضو فيها حاجات جريبة يعني أول حاجة إنسا الكاف بطرصة إنسا تضم وتأخدهم معاك البطولة آآ أول حاجة أنت مصر ثاني حاجة أنت مصفر بطيارة خاصة ثالث حاجة مش الثلاث لعيبة الزيادة اللي هيعمل لك مشكلة يعني دا كان كلامي في الأول حضرتك بتقول إن أول قايمة عملها شال لعيبة مهمة القايمة التانية اللي عملها شال لعيبة مهمة والقايمة دي أخد لعيبة تانية خالص فرمضان صبحي مش موجود فجأة بقى موجود فإحنا ببقى نشعر فين المشكلة فين أو الفكر بقى إيه أو التاكتكت بقى إيه فيعني ربنا يكون يكرم كده منتخابنا الوطني ويكون هو عنده وجهة نظر في الآخر وأتمنى أتمنى أكيد وكلنا نتمنى لوجهة نظر وتكون صح لمصلحة منتخابنا الوطني أكيد يعني في النهاية طبعا زي ما أنت قلت محمد فعلا معاك كل حق هو الراجل يعني بقول لك إحنا يعني إنت الكاف نديد فرصة الكاف نديد فرصة لنت تضم 28 لعب تضم 25 لعب ملكت ليس أسألك هل ممكن قبل السفر نلاقي ضم 3 قبل السفر ولا لا خلاص دول 25 إنت لغاية بكرة لغاية يوم 30 إنت المعادل النهاية لإصدار القايمة 30 لعب المفروض تبعثها بكرة يعني ممكن لحد بكرة نفاجأ بتلات لعبين تانيين أو في تدريب بكرة لكن أعتقد خلاص يعني هو الراجل سيعدل بـ 7-8 تعدل خلاص ده قرار النهائي 25 لعب أسألك سؤال تاني لو لقدر الله منتخب مصر احتاج حد من لعبة الزيادة حد جاله إصابة أو لقدر الله كورونا هل نستدعي اللعبة دي من مصر؟ لكن أنت تستبدل تستبدل أي لعب قبل البطولة بشارط أن يبقى في تأيري سوف أنه مصاب يعني فطبعا اللعيب عبالما ييجي من مصر للكاميرون والإجراءات والحاجات هيكون أصلا زهنه مش موجود في الملعب فبالتالي أنت أول مفروض كان يضم 28 لعب جراح عصاب جراح دماغه لكن هو الأسك الغاب دلوقتي 25 لعب لا وأربع حراس مرمى دي برضو كانت وأربع حراس مرمى هو عصاب يعني هو منحظ أنه كان مدارب حراس مرمى وكان حارس مرمى أساسا ونفس الأمر مع المدارب العام كان حارس مرمى كل إساس فأنا تلاقي عنده تعاطف مع حراس مرمى ومختلف منه هو في التدريبات أيوة طبعا هم مهمين جدا ولكن أربعة طبعا كتير يعني يعني مفيش مركز واخد فيه أربعة مفيش مركز في الملعب ياخد فيه أربعة شمعنا أحراس المرمى يعني مثلا هتيجي تتكلم مثلا يعني عندك عندك الغاز كثير أو يعني محمد أفشى بره المتخب دي حاجتين حاجة مصطفحة اللي كان ظهر مصطفحة يسمعك في المتخبط ورهان حمدي اللي كان معتمد عليه بشكل كبير وخلى الناس تهاجموا بطول الكأس العرب فجأة مش موجود وقابلي وحتم فيصل بره لربعين أساسا سوافاتح بره أحمد رفعت المتقلق الحقيقة واللي كان أحد يعني الناس اللي كانوا يتكلم بإيجابية على أحمد رفعت إن هو موجود ورعيب كويس برضو كالتبعاد أحمد رفعت طوال عندي سؤال تاني هل هيكون في مؤتمر نقدر نفهم الموجود ده ولا برضو هيبقى فكرة هو ده كده خلاص لا هيبقى في مؤتمر صحفي إن شاء الله يعني بعد يعني غريبا هيبقى يوم الثاني أو ثلاثة يناير بعد التجمل الرسمي بس المهم ما يكون فيه إجابة عن تساؤلات الناس وتساؤلاتنا ولا مفيش حاجة إنت حضرت له أو تبعت له كذا 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 مؤتمر لأ 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 لما لما استبعت طرق حامد سكان المعصر عمل حركة فألك أنا مصنوع مش هقدر لأ دي يعني لما اختار 40 لاعب يكونوا في القايمة مفهومش اسمك طرق حامد فدي كانت صدمة صدمة لكل أشياء الكرة المصرية دي كارثة من الأول أساسا أنت طرق حامد أنت فبطورة كاس العرب احتاجت الواحد زي طرق حامد ما احترمنا لكل اللاعبة اللي في مركزه يعني كلهم لعبة كبيرة طبعا طبعا يعني طرق حامد محدش أهلاوة أو زمالكاوة أو اسماء في كاس العرب وحتى لو يبقى مع السورية وحمد فاتح هم القوة يعني كان هيحلك أزا ما انت تلاجأت للمهند لاشين بطرة تلاجأت اللي مش عارف لقاف شايل عمد فندر مع ما احتاج لاب عنده خبرات وروح ويقدر يحللي حاجات في الملعب بيقطع الكرة بشكل قوي وبيبني بشكل يعني حاجات كتير من ضمن الألغاز برضو استبعاد أحمد ياسين انت بدافع وست لسه أسألك يعني أنا سعيد بحس ان احنا اتكلمنا بعد كاس العرب وانا عن نفسي تلعت قلت يا جماعة من إيجابيات كاس العرب أحمد ياسين أحمد رفعت ماروان حمدي بعض اللاعبين حسين فيصل مفاجأة بالنسبة لنا في أفريقيا الإيجابيات اللي كيف موجودة مش موجودة مش موجودة يعني أحمد ياسين زي ما انت قلت عمد فانا ان هو يعني الراجل طب على أقل يخده مش يشاركي يخده يبقى بديل انت طلعت لعب لمستخب مصر في مركز الدفاع اللي بيعاني انت بعد سنة يعني يعني بعيبة كتير أول ممكن ما تلاقي السنة سنتين ممكن زي حيكي واحد زي حيكيازي خلاص الكبر واحد زي عيمن أرشب برضو كبر واحد زي محمود علاء برضو كبر فكدت تبني يعني تبني في خط الدفاع تبني اثنين أو ثلاثة بداية لأ فجينا بيحمد ياسين برضا محمد عبد منعمل يشارك دقائق في بطول الدفاع العرب هو اللي موجود والثاني هو اللي برضو برضو يعني 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 يتمنى يكون الفترة الجاي خير في لقاءات ودائي مع كنغو وكينيا أو كنغو أو كينيا في في اتفاقات اللي غاد دلوقتي لسا بتم لكن لما يتم العيان غادت معانها يعني في لبقاءين والدين كينيا وكنغو هنا في معسكر مصر يعني هم عندهم بكرة يومين التدريب بكرة وبعض التدريب مكتوح وبعد كده يخبر يومين تبدأ أجازة بقى فيه اتفاق انه عام ومشهود في الفترة من الاثنين لغاية ست قبل السفر يوم سبعة للكاميرون صحيح اتفاق انهم العام ومشهود يكنها ما تم الوصول لسيغة نهاية للتفاق لكن دلوقتي مشاو الله يبقى يزن يبقى فيه عام ومشهود قبل السفر يمتابعا للكاميرون بإذن الله ان شاء الله يعني أستاذ محمد مراد نورتنا وشرفتنا وشكرا لي جدا وبين على أصوات كل ناس سواء العيد الكورة أو نقاط رياضيين أو كمان الجماهير والإعلاميين بين في صوتهم ان في ألغاز مش عارفين إجابة الألغاز دي مشكلة لما تلاقي كل الناس اللي في المطبخ مش عارفة إجابة اللغز طيب يعني كلام كتير نتمنى يحصل الفترة الجاية ولكن في الأول والآخر هنفضل نقول نتمنى التوفيق لما انتخبنا الوطني بلعبته اللي موجودين معاه ويعني لو بصينوا على خط الدفاع أو خط الهجوم فما فيش عليهم خلاف الخلاف أكتر في خط الوسط عدم ضم طرق حامد عدم ضم مصطفى فتحي وأفشة دي أكتر الألغاز بالنسبة كل الناس سيشارك 11 لعب سيشارك 11 لعب من أندية البطولة الأسبانية لليجى الموسم ده في نهايات كأس الأمم الأفريقية التي ستحتضنها الكاميرون ما بين 9 يناير ل 6 فبراير يلعبون في 6 أندية أسبانية ويمثلون 7 منتخبات وهم المغرب والسنغال وغانا كوتيفوار والجزائر وناجيريا وغينيا الأستوائية ويعد منتخب قصود الأطلس أكتر اللاعبين موجودين في الليجى يعني نتمنى التوفيق ديهم ويقدروا يوصلوا بشكل جيد الفترة اللي جاية وينتظموا مع اللاعبين في البطولة المعامل منتخباتهم في بطولة أفرخيا نروح المنتخب المغرب اللي بيرفض الوديات الفترة اللي جاية قرر الاتحاد المغربي لقرة القدم عدم إجراء أي مباراة ودية قبل خود وغمار مصابقات أمم أفرخيا بالكامل وكشف مصدر من الاتحاد المغربي بأن المنتخب المغربي لن يواجه نظيره الرأس الأخضر ودية يوم الجمعة المقبل وبحسب ذات المصدر فإن عدم اكتمال صفوف الفريق الوطني عدم التحق عدد كبير من اللاعبين يعيق إجراء المواجهات زي ما قلنا عنده لعب كتير محترفين في أوروبا ولسه مش هنضمه قبل 3 يناير أكد التقارير صحفية ناجرية أن نادي نابلو الإيطالي يحاول منع مهاجمه فيكتور أوسيمين من الانضمام إلى معسكر منتخب ناجرية استعدادا لكأس المأفرخية بسبب الإصابة اللي عنده أوسيمين في عظمة الترقوة خلال الفترة الحالية هي السبيل الوحيد لمنع اللاعب من الانضمام لمعسكر النصور يعني هنا الموضوع مش فكرة إجراءات تسفر وتعلق في إصابة عند اللاعب نادي نابولي عايز يحافظ على لعبته أو على لعيبه من الإصابة نروح لالتحاد القطري اللي أعلن لالتحاد القطري لكرة القادمة أنه سيستضيف معسكر منتخبات الجزائر وغانا وجنبيا في الضوحة وذلك في إطار الاستعدادات الجادة لمنتخبات الثلاثة لخوض نهايات كأس المأفرقية التي تستضيفها الكاميرون من فترة من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022 وتأتي استضافة الاتحاد القطري لكرة القادمة لمعسكرات المنتخبات الثلاثة في إطار العلاقات الجايدة التي تجمعها نظيرها في مختلف القرات والاتحادات الأخرى طبعا فكرة جيدة جدا من المنتخبات فكرة التعاون وعمل أكتر من لقاءاته الدي هناك وكمان يقدروا يستعدوا بشكل قوي جدا لبطولة أفريقيا كل منتخب بيحاول يجهز بشكل مختلف لبطولة أفريقيا خلونا نروح لخبر عن أحمد ياسين زي ما قلت لكم وأنا بكلم كابتن حمد طلبة أن تلقى مسؤولي نادي البنك الأهلي اتصالات لبحث انتقال مدافع الفريق أحمد ياسين إلى أحد أندية الدوري الروسي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعد ظهور اللاعب بشكل قوي مع منتخب مصر في كأس العرب يعد ياسين مدافع فريق بنك الأهلي من أبرز المدافعين الصاعدين في قرة القدم المصرية وفي أكتر كمان من نادي في مصر بيرغب لضم اللاعب حتى يكون بيقى القرى المصرية وبالمادزة كمان بيتمنى ضم اللاعب نتمنى التوفيق ليه في الفترة الجاية وأكيد أي اللاعب بيدور على حلم الاحتراف قرر مسؤوله طلاق الجيش تعيين كابتن طارق العشري مديرا فنيا للفريق في الفترة القادمة خلفا لأحمد عبدالعزيز الذي تولى مسؤولية الفنية بشكل مؤقت من زرحيل عبدالحميد دسيوني عن تدريب الفريق العسكري كما قرر مسؤوله طلاق الجيش تشكيل الجهاز المعاون للعشري في تدريب الفريق للمعسكر الفترة الجاية ويعني قال الناس الموجودة معه مكون من الجهاز محمود عطا مدرب عام وأحمد عبدالعزيز مدرب وسيد السويركي مدرب الحراس والعميد أحمد المهدي مدير قرى ويسري عرفان مدير إداري محمد مختار مدير شؤون اللاعبين كل التوفيق لهم في الفترة الجاية مع النادي العسكري حددت اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي برئاسة حماد المصري عضوية أشرف خضر ومحمود حسن مبلغ 250 ألف جنيه لموافقة على إعارة محمود البدري لعب الفريق لسفوف في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لمنح فرصة لمشاركة باستمرار مع الفريق الصاعد حديثا للدوري الأضواء والشهرة تمهيدا للحكم على قدرات اللاعب قبل ما يفكروا في مصيره في نهاية الموسم الجاري وأرسل طبعا إسترن فاكس رسمي الإسماعيلي يطلب في التعاقب مع محمود البدري على سبيل الأعارة لنهاية الموسم ودي بقت من الحاجات اللي موجودة كتير في الدوري المصري فكرة لو فيه لعيب عنده مش بيشارك مع النادي بتاعه وجايل العروض بيطلعوه على سبيل الأعارة اللاعب ياخد خبرات ويرجع مرة تانية ويقدروا يحكمه هل محتاجينه في الفترة القادمة ولا لأ نروح لنجم الوطن العربي ومصر والدوري الإنجليزي فخر العرب محمد صلاح واللي أهضر الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفر بول فرصة تقدم فريقه على ليستر سيتي ضمن مباراة الجوية العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز بريمير ليج وفشل صلاح في تسجيل من راكل الجزاء احتسبت لصالحه في ديئة 15 حيث تصدى لها كاسبر شمايكل طبعا من حراس الجامدين جدا ويعد بقى ضربة الجزاء دي يا جماعة بعد أربع سنين صلاح من أربع سنين مضيعش ضرب الجزاء وبعده كمان مايكل صدها صلاح حاول يسجلها بالرأس كده لكن ارتطمت بالعرضة وحسب شبكة أوبتا الإحصاءات فإن هذه الرقلة هي التالتة التي يدرها صلاح خلال مسرته مع ليفر بول والتانية في بريمير ليج منذ أن أهضر أمام هادرسفيلد في أكتوبر 2017 منذ ذلك الحين نفذ صلاح 15 ضرب الجزاء نجحة وفشل صلاح في التسجيل في شباك هادرسفيلد 2017 وميلا ولستر سيتي 2021 زي أنتوا شايفين محمد صلاح كل الناس مهتمة بأي حاجة بعملها الأرقام والأحصيات ماشية مع صلاح في أي حاجة ونتمنى صلاح يسجل في الفترة الجاية من جديد اهتمت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم الأربعاء بخسارة ليفر بول أمس أمام موديف ولستر سيتي بهدف دون رد على ملعب كينج باور وضمن لقاءات الجاوة العشرين في الدول الإنجليزي وابتعاد الريتز عن المتصدر منشستر سيتي بفرق ست نقاط كاملة ويعني كلام كتير بقى في الصحافة ميرور قالت هدف لوكمان يمثل ضربة لكلوب وهدية لجوارديولا بعدما دفع الريتز تمن الفرص المهضرة أما صحيفة ديلي تيليجراف فكتبت في الأسفل مهاجم لستر سيتي يضرب أمال كلوب في تخليص الفجوة مع السيتي طبعا في غضب داخل جماهير ليفر بول النقاط بعدت جدا بينهم وبين المركز الأول منشستر سيتي اللي بيختتم منشستر سيتي مبارياته في عام 2021 اليوم الأربعاء وذلك عندما يواجه برينت فورد على ملعب جريفن بارك ضمن لقاءات الجولة العشرين من الدولة الإنجليزية ممتاز وسجل منشستر سيتي 112 هدف في البريمير ليج في 2021 وهو أكبر عدد من الأهداف يحرزها فريق في الدولة الإنجليزية في عام ميلادي واحد منذ أن أحرز أرسنال نفس العدد في عام 1963 ولا يتفوق على حصيلة السيتي سوى توتنهام 114 هدف والفرهامبتون 113 هدف في عام 1960 وذلك بحسب الأرقام التي استعرضها موقع بي بي سي كما يبحث سيتي عن معادلة رقمه القياسي بتسجيل أربع أهداف على الأقل في أربع مباريات متتالية بالدوري والذي سبق أن حقق نفس الرقم في عام 1905 لم يخسر منشستر سيتي آخر مباراة ليه في العام سوى مرة واحدة فقط في آخر 20 موسم وأتت تلك الخسارة أمام ليبربول بهدف دون رد عام 2016 يعني أرقام كبيرة جدا لمنشستر سيتي خلينا نروح دلوقتي لبرشلونة اللي أعلن برشلونة رسميا يوم الأربع إصابة ثلاث لعبين جدد في صفوف نادي برشلونة بفيروس كورونا مستجد وقبل كده كان في الساعات اللي فاتت كشف كده برشلونة أن الرباعي ألفز وليونجلي وألبا وأليخاندرو جالهم فيروس كورونا ولكن آل بقف مؤخرا لبعض التحاليل كمان جاء التحاليل بعض اللعيبة إيجابية هما سولاسي أمتيتي وجافي وعصمان ديمبلي بشأن فيروس كورونا يعني نتمنى شفاء كل اللاعبين وكل الناس مصابين بفيروس كورونا دولتي خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع نستقبل زفنة نقدر يؤدي أستاذ محمد مطوع بعد الفاصل خليكم على أهلا بيك ومن جديد ونهاردة حديث مهم جدا على كل الحاجات والأحداث المهمة اللي بتدور في الساحة الرئيسية وآخر أخبار نادي الزمالك تحديدا في دوري الأبطال مع أستاذ محمد مطوع أهلا بحضرتك منورنا منورة محمد وفرصة سعيدة مولك فتوقدي معك بالمرة التانية طيب بص نهاردة نتكلم في أكتر من حاجة نتكلم على مجموعات دوري الأبطال ونتكلم عن نادي الزمالك المجموعة اللي معاه وشايفها إيه وكمان في جزء التاني هنتكلم أكيد عن قائمة منتخب مصر واستعدادات منتخب مصر الأول تعالى كده نبدأ بقائمة نادي مجموعة نادي الزمالك مجموعة الرابعة في دوري الأبطال مع سجرادة الأنجولي بيترو أتليتكو والزمالك والوداد شايف المجموعة دي تصنفها إيه مجموعة وسط متزنة صعبة أنا بكره كلمة سهلة أنا شاف المجموعة كلها مسهلة أكيد طالما وصلنا للمرحلة دي في دوري المجموعة فأكيد ما فيش حاجة اسمها سهلة في القرى تحديدا خاصة أن الفرق زي ما أنت عارف فيه تطور مستمر رحمة محمد في القرى الأفريقية فريق زي السجرادة مثلا الموجود مع الزمالك دوت فريق ده هو ده بطل الدوري الأنجولي الموسم المنقضي واخد الدوري بفرق ثلاثة بمط بعد ما هزم بترو أتلوتكو في آخر مباراة يعني حتى المباراة دي شاهدت أحداث غريبة أن يتحسب عليهم ضرب الجزاء وحبه ينسحبه من اللقاء ورجع تاني وكذبه في الآخر وخده الدوري فهو فريق قوي وفريق هيتعمل له حساب بس في ميزة عند الفرق الأنجولي تحديدا أنه بتلعب كرة مفتوحة ما فيش اللي هو التكتل الدفاعي والكلام ده فأعتقد المباراةين بتوع الزمالك مع بيترو أتلوتكو أو سجرات هتبقى مباراة مميزة جدا جدا ويتبقى طبعا مباراة الوداد اللي هي دربيات الشمال المغربي دوت بتبقى زي ما أنت عارف بتبقى المباراة دي فيها فيها ندية وفيها قوة كبيرة ديها صعوبات خاصة أكيد طبعا شايف ترتيب اللقاءات جيب مفتحت الزمالك يعني هو الزمالك هيبدأ المباراة في مصر بس خلينا برضو نتكلم غير ترتيب المباراة محمد يعني أنا بتفق معاك أن الترتيب بإسعاد بيفرق بس أنت هتستفيد من المباراة الموجودة في مصر تقدر تعمل فيها إيه الموسم اللي فات اللي زمالك خرق فيه من دول الأبطال كان نفس الترتيب أه بس جمعنا أربعة بونط بس تعادلنا مع المولدية هنا وكسبنا تونجيس السنغالي لو تفتكر فاخدنا أربعة بونط بس لا جمعنا نقطين تعادلنا هنا وهناك أنا بتكلم في مصر في مصر جمعنا أربعة بونط بالتعادل مع المولدية والفوز على تونجيس السنغال فأنت خدت أربعة بونط الموسم اللي قبل اللي أنت وصلت نهاية أفريقيا أنت واخد سبعة بونط بعد ما فوزت ماتشين هنا كانزيسكو الزنبي وبرمير دي أجوست الأنجولي وتعادلت مع مازينبي فأنت لما بتقدر تاخد على أرضك نواط بعد كده الأمور بتسهل معاك بعد كده يعني زمالك هيلعب أول لقاء مع بيترو وداد تاني ونرجع في ترق أثليتكو في أنجولا ونختم في القاهرة بسجراد أمام سجراد شايف زمالك لو قدر يحقق أول لقاءين ستة بونط يسهل على نفس الأمور ولا ما قدرش نتكلم في ده لا لا أكيد أنت كل ما هتكسب هتبقى فيه كمان ثقة للعيبة خاصة زي ما أنت عارف يعني فيه نقص في اللعيبة في بعض المراكز فأنت هتكسب هتدي ثقة كبيرة لكل التيم أقب هنا سنة نقص فيه في مراكز إيه أنه أنت ما هتبقى داخل في يناير ما عندكش أي تدعمات زي ما أنت مكمل إحنا كده كده عندنا إقاف إقاف فأحنا عارفين فأنت مكمل بالمجموعة اللي هي معك مش هتقدر تعمل تدعمات أنت عندك مشاكل في الخط الهجومي أنت بتلعب بعمر السعيد وبتلعب بسيفيك بيزيري وهل يعني فدول الاتنين اللي مكملين معاك أنت حسبا لأي أمور تحصل بعد كده لا لا أنا أصلي على كلمة في بعض النواقص أو بعض مشاكل في المراكز أو في مراكز نقصة بعض اللاعبين فبس قالك يعني لو كلمنا كده أخدنا المراكز من حراسة المرمى تمام حراسة المرمى عندك جنين حدس ولا حرج تمام أبو جبل وعوات تمام فالدفاع في الباكرايت حازم والمسلوسي حازم والمسلوسي تمام في الباكليفت عبشافر فتوح وعبدالله جمعة التلاتة ما شاء الله في الدفاع في السرد باكات تلاتة بس تلاتة وعندك من الناشئين بينضم ناس ومن فريل الأمل بينضموا ولكن انت عندك تلاتة قوياء يعني تلاتة في نفس الليفل محمود علاء وعبدالغني والوينش خط النص خط النص عندك فيه دفاعي وفيه هجومي طارق حامد طارق محمود روئة طارق وزيزه وروئة محمود عبدالعزيز وروئة وإنما عشور إمامه إسلام جابر إسلام جابر فهنا فيه برضو عدد لا بأسة به عندك في الوينج رايت مركز ده بقى فيه كل الناس في الزمالك شيكابالة هنتكلم على مصطفى فاتحي هنتكلم على أونج هنتكلم على زيزو سعب يلعب هنا كثير جدا هو الأساسي في الفترة اللي فاتت هتتكلم على أيمان حفني ممكن يلعب هنا ممكن يلعب عشرة ممكن يلعب وينج ليفت فدي كلها خمس أسماء كبار الناحق الثانية بين شرقي وسي سي وعبد الله سعب يلعب وينج ليفت مصطفى فاتحي سعب يجيبه وينج ليفت أوباما بيلعب مركز عشرة فأنا شايف هو آه ممكن مركز السرد بكات فيه ثلاثة عيبة فقط مع الناشئين واثنين فراودة بس ده ممكن عدد أولئيل ولكن هم أقوئ فلولا قدر للا حد تصاب هي دي ممكن تكون عقق بالنسبة لكن بنت مراكز تنساش بردوك محمد أننا بنلعب في الظروف استثنائية يعني الظروف الكورونا تحديدا ظروف استثنائية أنت في نهاية أفريقيا غاب عنك عناصة مؤثرة أثرت معك النهاردة المنتخب لما نيجي نتكلم عليه هو أخذ أربع حراس تحسبا المركز زي أنت عارف مفهوش لا نحن هنيجي المنتخب مواصر كتير فأنا بقصو دي أنت بدلوقتي بردوك ما بتبصلهاش كمية الأسماء اللي موجودة معاك أنت بتبصل معاك ظروف استثنائية دلوقتي الكورونا لا قدر الله أصابت أي حد خلاف طبعا الإصابات الملاعب أو الإقافات ومتنساش أن فيه عناصر أساسية لما بتغيب بتعمل فجوة كبيرة في الفريق طبيعي طبيعي بس أنا أصدي أن الزمالك عنده إقاف قيد ولكن لو النهاردة ما فيش إقاف قيد هضم فين المراكز المحتاج لتزمالك يضم فيها العيبة ده عكسنا السؤال هضم في الظاهير الأيمن الظاهير الأيمن أيها طبعا عبد الله حازم المسلوسي حازم يعني حازم من أفضل يعني عامل مطشين الأخرى في منتهى التماجز بس حازم يعني ساعات بتبقى فيه إصاباته وتطول بالنسبة له المسلوسي رغم أنه نهى الموسم بشكل كويس بدء السنة دي حصل له هزف فما فيه السببت للمستوى فأنت محتاج لعيبة تقدر تفوق الفريق عندك مشاكل في الخط الأمام أنت الزمالك المرة الفاتت عمر السعيد أنت كنت بتلعب بسريف الدين الجزيرة وكارتيرون كان مخدش حتى لعب زي ما أنت كنت بتتكلم من فريق الأمل وكده هو مخدش مهاجم معه قال لك أنا بسق في المجموعة هتبدأ تدور على حدث زمالك مش بيلعب بس على السترايكر يعني أنا لما كان زمالك مع مصطفى محمد لأ كان هو الأساسي كان مين معه تاني واحد بس عمر السعيد فهو بطبيعة الحال ناجز زمالك متهائلي على مر التاريخ ما كانش فيه غير فرودين أو ثلاثة بس كان مهاجم تقيل يعني مصطفى محمد يعني وضع مختلف أنت بتتفق أكيد معاه في النوض دي مصطفى مصطفى مهاجم تقيل كان مريحنا كجمهور برا أو مريح جمهور الزمالك عمر رجع بعد الإعارة مسجل ثلاثة هداف وماتش اللي قبل الأخير مسجلش ولكن قدر يعمل ماتش أنا شايفه من أفضل لقاءاته في الموسم ده مسجلش ولكن كان تحركاته كويسة جدا سيف هو اللي فيه بطلق غريب معاه يعني أنا شايف أنه سيف عايزيني لعاجه فنيلة منتخب تونس ياريت يعني لو هو ده تقريبا بتفرق معاه هو ضيع نفس الانفراد مع منتخب تونس في ديئة تسعين مع ماتش الجزائر في الفاينال يعني يعني هي ملهاش علاقة أبدا أنه أخذ الهداف مدلنا أتكلم بقى فيه محمد أنت محتاج مهاجم يشيل بقى الفرق أنت عندك زيزو بيسجل مصف فتح بيسجل بنشرقي بيسجل عشان هو الراجل بيتطر يغير في طريقة اللعب عشان يعتمد على الناس دي بشكل قوي بس يعني أعتقد برضو كارترون عشان يقدر يتفادى الأمور دي هيبدأ الفترة الجاية هيدفع برزاق سي سي في مركز رأس الحرب فكرة أنا مش معترض على كمك أو مش بهجمك درس بوضح للناس فكرة أنا بحبش نغمة قصة زمالك نقصوا حاجات لها يا جماعة زمالك معاها لعيبة من أفضل لعيبة في الدورة في أفريقيا لو هنتكلم عن مركز لو محتاج هقول محتاج تدعمات بودلة يعني محتاج هدعم حاجات فممكن هكون محتاج لعيب ديفندر تاني محتاج حد بديل لطريق حمد لو لا قدر الله حصل إصابة أو حصل لكن هتكلم بشكل عام ولكن هل في فكرة كلها بديلة لطريق حمد لا ما أكيد بنفس المستوى لا بدليلنا هو لما بيغيب يعني محمود أبعزيز ما هو لعيب كويس جدا محمود أبعزيز وكان جايز طبعا طبعا لعيب جايز جدا لكن إصابة للأسف وبعدين أنت دايما الجمهور بيفضل دايما محمد بيبص لإيه طريق حمد بيقارنه باللزايه في نفس مركزه ما بيبصش مثلا أن طريق هو بيلعب بشكل أساسي بقى له خمس سنين بقى فرمة صعب أن أي حد يعوضها صحيح فلما يجي مثلا محمود يلعب ماتش حتى لو أدى بخمسين ستين في المية لا 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 طريق إحنا عايزين فهم أنت الفكرة زي ما حصل مع إمام لما لعب في مركز مكان سياسي الناس بدأت تقارن فقالنا جميعا مكرنوش ده ستايل وده ستايل لما بدأ إمام يشتغل وياخب بدأ هو يبعد عن فكرة المكرنة لا أثبت نفسه وعنصر أساسي وتم اختياره في المنتخف أنه في المواخ يعني إن شاء الله نعدي فترة إقاف القيد دي ونقدر نتعم الصفوف بأكتر من مركز وخلينا كده نتكلم على الفريق اللي إحنا مش عارفين أبعاده ساجرادا هل عندك معلمات عن ساجرادا الأنجولي؟ أنا زي ما قلت لك هو أخد الدوري بنفس التفاصيل اللي أنا حكيت لك إنه بفرق ثلاثة منطف المطش الأخير عن بترو الويندا المدرب بتاعه هو مدرب أنجولي والمساعد بتاعه مساعد برازيلي زي فرق أنجولا كلها محمد بتضم محترفين من البرتغال ومن البرازيل تعرف بسبب اللغة وكده فبيسهل الأمر بالنسبة لهم عنده حارس المرمى بتاعه من الكنغو عنده جناح من نيجيريا ولعب وسط من نيجيريا فهو فريق عامل زي كوكتيل كده من القرى كده وبعض المحترفين زي بترو أتلتكم لما قابلناه في الكون فدرالية أو دولة تفتكر فيلم 19 الناس متفقلة ببيترو أتلتكم ولكن كان فيه تصريح لمدير الفني لبيترو أتلتكم عمل يعني ترند كده على السوشيال ميديا طلع قال فيه مفاجأة تحصل في المجموعة الرابعة وهو صعود ببيترو أتلتكم وسجرادة على حساب الزمالك والوداد أو طبيعي نادي عدد في كل التوقعات أي حد قوله مثال خير مين هي صعب مجموعة رابعة يقول لك زمالك ووداد أي أن كان من أول من تاني أكيد أكيد بحكم الخبرات وبحكم الأطفال اللي بيمتلكها الفريقين هو أكيد لازم يقول كده بحكم الفريقين من بلده زي وإحنا برضو لو الزمالك والأهل في مجموعة نقول الزمالك والأهلي طبع بغض النظر مين اللي ما يكون موجود معك فهو ده يعني ممكن أشوفه برضو تصريح يعني سياق ستعني آسف برضو يعني هو الزمالك والأهلي هم تقريبا الوغدين نص بطولات القارة طبيعي فمسه ما نفعش الرجل اللي يتلى أقول كده فسعب بحس أن التصريحات دي بيكونوا عايزين يعملوا ضغط على الأندية الأخرى يعني كما نشوف قبل كده سعب مدربين يقول لك إيه لا إحنا ضعاف وإحنا هنلعب الزمالك وإيه ده إحنا ربنا كرامنا اللي إحنا أصلا هنلعب سياسة تنويم دي دي السياسة تمام ومسيما يعملها على فكرة السياسة التالية فكرة اللي هو لها ده إحنا جمدين أوي وحلوين أوي وهنيجي نلعب وهنهاجم وإنت بس ما بلاش تعملونا مشاكل بلاش تعملونا صوت وبيبدأ قول حاجات غريبة جدا ده بيصدر لك ألأ أكتر بالضبط بيصدر ألأ بشكل عام التصريحات اللي هو بيقولها بقى ده المدرب بتاع بيترو أتلوتكم أنا بشوفها إيجابية جدا لصالح الزمال لأن دايما لعبة الزمالك لما بتستفز بتبقى في أفضل حالتها طلع غير لكرة وشوفناها كتير في أمور كتيرة وكان كل مدرب بييجي للزمالك بيشتغل على النقطة دي يعني فريرة اشتغل عليها قدام النجم الساحلي وغير وغيره بيشتغلوا دايما على نقطة استفزاز لعبة الزمالك في الحتة دي طب احنا اتفاجئنا كلنا بإلغاء معسكر قطر أو البطولة الودية اللي كان في الإمارات بطولة الودية لأكون في الإمارات شفت ده إزاي وإيه البديل اللي ممكن يعملونا دي الزمالك طيب ما ممكن نقول بس شوية كواليسة محمد في إلغاء المعسكر والزمالك زي ما كان متعرف أنه هيقابل الشرقة ويوم ثلاثة ويوم ستة مع بازل ويوم تمانية اندر لخت اه اندر لخت هو أصلا الشرقة كان معتذر بسبب تغييره المدرب ولما حصل ضغوط والزمالك الناس وفقت أنها تلعب المباراة بسبب اسم الزمالك وقالوا أنه هلعبوا المطش الوحيد ده في الضوء اندر لخت بسبب المتحور للكورونا وكده فهم رفضوا يعني فضلوا أنه هما ما يكونوش موجودين بازل لحد مبارح لحد مبارح ما قدمش أي تأكيد أنه هو يكون موجود حصلت صلاة مبارح ما بين المسؤولين عن المعسكر مع مسؤولي الزمالك وقالوا لهم أنه فيه فرق بديلة أو منتخبات بديلة زي أغاندا والجابون بس مسؤولي الزمالك رفضوا بعد ما تكلموا مع كارترون فقال لك لا أنا مش شايف أنه دي هتكون بالنسبة للتجهيز يعني كممكن الزمالك يلعب مع منتخبات؟ أغاندا والجابون متواجدين في الفترة دي في الإمارات ممكن نلعب نوفر مباريات معهم فمسؤولي الزمالك شافوا لأنه كده الأمور هتبقى مش منظمة لأنه يبقى الأفضل الفريق ياخد فترة راحة يرجع للتدريبات عشان بقى لو فيه كسر ربطة لو فيه غيره يقدر يشارك بشكل أفضل فلا أنا أعتقد أن إلغاء المعسكر طالما الظروف مش هتبقى متاحة ده كان أفضل اختيار لإقدارة الزمالك هل شايف البداي اللي هتكون لقاءاته الدية ولا كأس الربطة؟ لا هي هتبقى كأس الربطة لأنه الفريق خلاص خد راحة لحد يوم 5 يناير العودة هتكون يوم 6 يناير فأعتقد أنه حتى لو حاب يلعب ماتش ودي واحد وبعد كده هيبدأ يشوف قرعة كأس الربطة لأنه هي يوم 12 تقريبا زي ما كانوا أعلنوا قبل كده فهنشوف بقى هتمشي إزاي الأمور فيها طب شايف الزمالك يقدر يستفيد من كأس الربطة بعد الأجازة اللي ياخدها الفريق ويبدأ تقريبا هيرجعوا 6 يناير فيتمرنوا أسبوع على ما أظن بالزبط وبعد كده أول لقاء هيكون يوم 12 يناير أنه بعد لقاء منتخب مصر بيوم هل هيكون في استفادة لنادي الزمالك وفي بعض الأسماء مش موجودة معها في بعض الأسماء موجودة في منتخب مصر فهل هيكون في استفادة قوية جدا للزمالك ولا مش بالقدر الكافي لا أعتقد أن كارتيرون بقدراته وبذكاءه هيقدر يحقق الاستفادة كبيرة أو من كأس الربطة بإشراك اللعيبة اللي ما بتشاركش يجاهزها بدنيا وفنيا بإشراك اللعيبة من عناصر الأمل زي ما أنت تكلمت وفريق الناشئين يقدر يجهز ويجهز بدنيا الكتيرة فأعتقد أن الزمالك كل فرق الدوري يعني مش الزمالك تحديدة هتحقق استفادة من كأس الربطة دي أنا معاها على فكرة وبدعم الفكرة دي وأتمنى أن هي تنجح هل ممكن تتأجل في النص ولا تكمل قبل رجوع المنتخب من كأس الأمم يعني إدارة الكرة في مصر فيها كل حاجة فأنا ما أقدرش أقول لك تكمل لا أنا أتمنى أن التجربة تكمل خاصة أن هم يعني بيقولوا أنها مش هي تبقى يعني في الفترة دي وهتوقف أنها مستمرة على الأقل حد شهر ثلاثة أو أربعة يعني المستمرة زي بطولة الدوري زي بطولة الكاس صحيح فأعتقد هيبقى فيها استفادة وكل ما لما العبية ترجع هيبقى الاستفادة أكبر أنك هتقدر تشرك العناصر الأساسية وتبقى هي بدل ما بتعمل مغارات وديها هي مغارات جهزة بالنسبة لك هممكن نشوف بقى في كأس الربطة لقاءة قمة ولا مش هنشوفها غير في السيمي فاينل أو فاينل على حسب القرع بس حتى لو في لقاءة قمة هم إحنا عايزين نتعامل معها زي ما بيحصل مثلا في إنجلترا يا محمد يعني المطشات دي بتلاعب بالصف التاني المتاين أهلي على رأس مجموعة وزمالك رأس مجموعة وكفرامز رأس مجموعة بالزبط صحيح؟ بالزبط فهما يتقابلوا في المراحل اللي بعد كده المراحل هيكون كل فريق بقى يعني اكتملت عناصره الأساسية والعناصر الدولية بالنسبة له فساعتها ممكن تكون المطشات يعني تظهر بشكل أفضل وعقو لا من تالي مش هيكون اكتملة العناصر مع أنت عندك في عناصر موجودة من منتخب مصر أو منتخبات الأفارقة كمان وهي بعد كده المباريات اللي هي في المراحل الأولى أكيد لا لكن بعد كده هتبقى بلما فيه موجهات بعد كده هيبقى العناصر مكتملة تقدر تشارك بشكل أساسي طب أنا عايز أتكلم معاجبة عن كاروس كيروش نروح لقايمة منتخب مصر أول حاجة القايمة المفروض 28 لعب نظرا لجاء أحد كورونا والإصابات وي 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 فقالوا يا جماعة احنا مراعيين منتخبات بدل 25 لعب والقدر هذا لو حد تصاب المنتخب يتحرم منه ف28 لعب فاكيروش قال لا أنا عايز 25 دي أول علامة استفهام دي أول علامة استفهام أربعة في حراسة المرة هل عندك إجابتين على السؤالين دول ولكن نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل معك أهلا بيكو من جديد معانا أستاذ محمد مطاوع وبنتكلم مع بعض بقى عن اختيارات كيروش وأول لغزين بالنسبة لي محتاج أعرف عنهم أي حاجة أو أفهم بس الفكرة ضم أربعة حراس مرمى دي أول حاجة تاني حاجة عدم اختيار العدد الكامل للقايمة 28 اختيار 25 هل عندك إجابة للسؤالين دول طيب هنبدأ بالسؤال التاني طيب أنه ليه اختار 25 مش 28 يعني هو فيه مدربين دايما يا محمد هنفرض أنه هي دي سياستو اللي ما بيحبوش التدريب مع عناصر كتيرة أو أسماء كتيرة هو شايف أنه هو اختار المراكز الكافية بالنسبة له فمش شايف أنه هجيب زيادة هعمل بهم إيه هعمل المشاكل اللي مش هيلعب أو كده خاصة نسمعنا المشاكل الكتيرة اللي حصلت في الفترة الأخيرة أنه فيه لعيبة بتبقى زعلانة أنها ما بتشاركش فهو قال لك اكتفي بال 25 لعب بالنسبة لي اللي أقدر أشتغل بهم لكن حيثة اللارباح والرص دوات بحسب مسألت ويعني مصادر داخل جهاز الفني هو قال لك هو أي مركز في الفريق أنت تقدر تعاوضه بأي لعب يعني عمر كمال بيلعب جناح أنا لعبته بكي مين أي حاجة تقدر تعاوضه إلا مركز حراس المرمى مش هعرف أجيب لعيبة وقفه ويبقى فيه ثقة فيه لكن أنا أخذ اللارباح بالنسبة لي لا اللارباح يبقى آمن زي ما قلت لك قبل كده وإحنا بنتكلمين شوية ظروف الكورونا واللي بيحصل ده هو يخايف أي لعب يحصل كورونا إصابة إصابة تحصل في الملعب أو كده فهيقول لك لا أخذ لارباح هو خايف على مركز حراس المرمى بس هو مدرب حراس المرمى في داخل خايف على مدرب حراس المرمى بس هكبت اللاعبين عادي لا هو مش عادي هو بيقول لك أنا شايف أنه أقدر أخلق بدايل يعني زي ما بيقول لك أنت أيمن أشرف مثلا أنه الراجل بيلعب مدافع عايزه باك شمال هيلعل نفس الكلام عمر كمال أي لعب فيه صح أصلا مش ياخد أيمن أشرف مدافع هو واخده باك لفت بس لو احتاجه كمدافع هيكون موجود معه لو فيه احتياج يعني حتى في السترايكر أو آخر مين في الهجوم الصريح مصطفى محمد وشريف مصطفى ومحمد شريف يعني ما خدش تقلب مثلا يعني كان فيه ممكن اختيارات مثلا بعد ما قعدت تقنع الناس بمراوان حمدي فجأة مش موجود وبفجأة أحمد ياسين مش موجود وفجأة رفعات مش موجود مراوان داود يعني محمد حمدي بعض اللاعبين اللي انت ادتهم ثقة وكل من الكالم اللي هو يا سلام شفت الجبيات الجميلة بعض اللاعبين فجأة بقوش موجودين طبعا ما احترامنا ليهم ومع رجوع المحترفين بتوعنا صلاح والتزيجيه ومرموش وإنني ومصطفى محمد أكيد أكيد خط هجوم قوي جدا ما شاء الله يعني لو كاننا على خط الهجوم فحد صلاح حرج ولكن الناس بتتكلم كمان على عدم موجود مصطفى بحضحي وعدم موجود مصطفى وعدم موجود أفشه طيب هنتكلم عليهم بس خلينا نقول برضو انه ممكن خلال الساعات قيمة الخمسة وعشرين دي تبقى ستة وعشرين بنضمان مراوان حمدي لأن الراجل بيدرس جديا في الأوقات اللي بنتكلم فيه الأوقات اللي بنتكلم فيه انه يستعين بمراوان حمدي طيب لما أنت ناوي تستعين أصلا بيه ما أعلنتوش ليه في القيمة دي حاجة استبعاد أفشه يعني هو الراجل خلاص يعني هو بنى قناعاته في أسماء شايف ان هي مش هتقدم الخطة بالنسباله أو تقدم طريقة لعبه زي ما بيقولها نتكلم في السكة دي اللي هو طريق حامد أفشه ومن أول معسقرين بنى خلاص نية الراجل يعني ويمكن شريف عشان ما فيش بداية الهجومية لكن لو في بداية الهجومية كان ممكن شريف هو كمان يبقى برح سباته توسألك سؤال تاني هو هل أفضلية شريف عنده على مراوان حمدي ان شريف ممكن يلعب جناح أكيد ان هو بيقدر يلعب يلعب فيه يعني ما دا اللي تكلمنا فيه برضو كامحمد اللي هي حتة فيه لعبة تقدر يعني تلعب في أكتر من مكان فدا اللي أنا هحتاجه في أي ظروف أحتاجها تقدر تلعب فيها فمحمد شريف هيقدر يلعب لي رأس الحربة ويقدر يلعب الجناح عكس مراوان حمدي هو رقم تسعة صريحة ما فيهاش نقاش مش هيقدر يلعب على الجناح مش هيقدر ينزل تحت يشتغل من تحت لا فده اللي أدى أفضلية لمحمد شريف عليه مصطفى فاتحي برضو كان غريبة خاصة ان نداله مساحة كبيرة في كاس العرب ومصطفى ما كانش وحش في الوقت اللي كان بيشارك فيه ممكن كان بيقابله شوات بدلق في إنهاء الهجم الفنش بتاعه لكن في المجمل مصطفى ماشي مع الزمالك بشكل كويس مصطفى ماشي كان ماشي مع المنتخب بشكل كويس فلعناه تم استبعاد مراوان داود اللي الرجل اختاره وكان مفاجأة بالنسبة لنا صحيح مرة واحدة استبعدته طب انت استبعدته على أحساب زي ما انت قلت انه واخد ايمن أشرف كباكليفت طب ما انت عندك الباكليفت الأساسي طب ما تلعب به أساسي مع أحمد فتوح الرجل اللي بيلعب في الناس فهي الخيارات يعني فيه خيارات غريبة بس هنرجع نقول احنا هندعمه للآخر هنشوفها يعمل في أمم أفرق لكن لا نملك ليه إلا الدعم لكن في المجمل الخيارات بتاعته طب خلينا نبص كده نصك بمليان يعني خلينا نبص كده للقايمة ونشوف ايه الأماكن اللي احنا متفقين عليها يعني أنا قلت مثلا هجوميا انا تمام انا راضي يعني هجوميا عمر مرموش شريف مصطفى محمد وصلاح وتريزيجي رمضان دالي محدش يختلف طب ما نختلفش إن أحمد رفعك كان يستحق أن يكون متواجد طبعا يستحق يكون متواجد خاصة أنه ظهر معه بشكل كويس إلى جانب المستوى اللي بقدمه معه فيوتشر حتى لو هيكون بديل لتريزيجي أو لعمر مرموش يعني على الأقل كان لعيب يستحق أعتقد يكون متواجد ما هو من واضح كده أنه كان فيه تأفضلية المران عليه يعني هو حاول يختار واختار رمضان صبحي عنه يعني اختار رمضان عليه وأسألك سؤال تاني لو أنت دلوقتي هتحط رفعك ما كان حد من اللعبة دي هتشين مين هتشين رمضان هتشين رمضان هتشين رمضان حط أفضلية أكتر لرفعك رمضان يعني مع كامل الاحترام لإمكانيات ومهبته بس مش في المستوى الطب فرم اللي معروف عن رمضان ولكن أحمد رفعت لأ أفضل بكتير ماشي يعني أنت الاختلاف بالنسبة لك وجود رفعت مكان رمضان بالزبط طب في خط الوسط عمر السلية حمدي فتحي إمام عشور عبدالله السعيد إنني وزيزو مهند لشين شايف مين اللعبة لو ممكن تضيفهم مكان مين هنا بالنسبة لنا طريق حمد طريق حمد فين بدل مهند لشين بدل حمدي فتحي بدل أي واحد من الاتنين لا واحد بس خلما كان واحد بس مهند لشين مهند لشين طبعا أي حد هتطفق على وجود طريق حمد طب هل فكرة ضم عمر السلية هو لسه مش 100% جاهز هل عندك معلومة اللي هو جاهز 100% ولا لسه مش جاهز ولا يجهز مع البطولة المعلومة اللي عندنا إنه هيجهز مع البطولة وهيتم ببرنامج العلاجي زي ما تقل معه في وجوده مع المنتخب لأنه بالنسبة له هو عنصر أساسي بس بناسبة كبيرة ممكن يغيب عن أول لقاء ولا هيكون جاهز لا هيكون جاهز لحسب بقى قدرة اللاعب لا لا هيكون جاهز اللي عرفنا إنه هو في المرحلة الأخيرة من يعني من البرنامج العلاجي بتاعه هيكون متواجد مع المنتخب في مباراة نيجيريا بقى إحنا خفنا كلنا طبعا إحنا اتفقين إلا ما فيش ألوان ولا تشيرتات مختلفة لهم منتخب مصر بس يخف كل الناس إنه يشارك في أول لقاء ويكون لسه ما تم الشفاءه بالنسبة في مية في المية فتتفاق من الإصابة من أكيد أي لعب أي لعبي عنده جرينتة عالية وأنا عايز ألعب مع منتخب مصر وعايز يكون موجود وزي صلاح ما شفناه قال لك أنا في كأس العالم ما كنتش جاهز من بمية في المية كان في ألم في كتفه هو بيجري ولكن هو عايز يكون مع منتخب مصر في كأس العالم فده شرف لأي لعب لو بنفس المنطق يبقى هو خيار يتحمله كروش في الأول وفي الآخر هنحزبه عليه ساعته أوكي شايف أنت ما قلتش هنا ولا أفشا ولا مصطفى محمد ولا في خط الهجوم ولا مصطفى فاتحياس ولا في خط الهجوم ولا في خط النص لا أنا قلت طرق حمد تحديداً في النص لأنه أنا شايفه اللعب الأهم بالنسبالي أهم من أي يعني من أي لعب طرق حمد محمد لو نفتكر بس هما الاثنين عنصر أساسي في المنتخب تبني عليه طرق حمد ومحمد صلاة فأدوجود طرق حمد لا يعني خلينا نتكلم أن حتى يعني اللي هما لا أسألتها ما اختلفتش معاي بس أنا ما بحبش أهمش أضواء لا أكيد أنا أحد من الناس أنا أبدأي إن الكرة القدم ريادة جمعية فمش هبني تشكيلتي بس اللي في عناصر بيتبقى فرقة في الموضوع طبعا أساسي طب لو رحنا لخطة لفاع عندك أكرم عمر كمال حجازي الوينش أيمن أشرف فتوح عبد المنعم محمود علاء دول اللي عايبوا اللي موجودين في خطة فاع منتخب مصر مش أيف متفق عليهم ولا تبدل حد لا أنا يعني لو هتكلم هتكلم عن عنصرين لازم كانوا يبقوا موجودين ويجي تنظري أنا بس هتقولي مكان مين هقول مكان مين أكيد يعني محمد عبد المنعم مع كامل احترام ليه هو مدافع شاب ومدافع كويس وهيبقى مستقبل في القرى المصرية بس أنت مدتلوش زي مدت لأحمد ياسين في كاس العرب يبقى المفروقة الأفضلية بالنسبة لك وجود لعيب زي أحمد ياسين فأنا كنت شاف أن أحمد ياسين يكون موجود على حساب محمد عبد المنعم تمام في النقطة الباكي الشمال اللي أنا قلت لك مروان داود لازم يكون موجود على حساب واحد زي أيمن أشرف أنا شايف مروان داود لازم يكون موجود خاصة أن أنت يعني أنت دلوقتي محمد عبد المنعم محمود علاء محمود حمد الوينش أحمد حجازي أربعهم دفعين ما يعني أنا قلت شايف أني لأ يعني خلاص كان أيمن أشرف يبقى مش موجود وقال أيمن أشرف موجود كباتلفت في ظهر فتوح هو قال كده هو قال أيمن أشرف موجود كبديل لفتوح باتلفت طيب ما مروان داود يكون بديل ما هو لعيب دا مركزه لا باكليفت أقول لك أقول لك بس وقال أيمن أشرف بالزبط يعني أنا حتى لو أنت هتفكر أنك بتلعبه في أكتر من مركز لا أنت عندك مركز المدافع في أربع لعيبة دلوقت لا يبقى تنمى الباكليفت لا كان بالنسبة لي مروان داود وبالنسبة لي كان أونسورت كمان لازم يبقى موجود ما بتقوليش على حساب مين لأني مش عايف ممكن نحط عساب مين محمد عبغاني لا 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 محمد عبغاني في التعامل كمان معاه يعني لا لعيب 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 عالي جدا كنت أتمنى أن يكون موجود بس معرفش هلأ هو عشان مش قيمة الأربعين فما يبقاش موجود فدي دي يعني في الآخر نتمنى تغفيل منتخب مصر وأنا سألت النهاردة الجماهير وقلت لهم شايفين رأيكو إيه في اختيارات منتخب مصر أو قيمة منتخب مصر فتعالي نشوف إجابات جمهورنا على السوشيال ميديا والبداية من عند محمد عبد الرحيم تحيط ليك هذا اختيارات جيدة اختلاف الوحيد على ضم عمر السرية لأنه مصاب أكيد عمر اللعب جيد وإحنا نتكلم على صبته هل يقدر يجهز قبل البطولة باقي الاختيارات صحة بالنسبة لكن مجد أفشا أكيد لعب جيد محدش يختلف عليه بس استبعاده منطقي لأن طريقة لعب المدرب مش محتاجة فيها أفشا والبطولة للمنتخب الوطني أتمنى إن شاء الله بطولتها مصرية نحن منها كلنا محمد عيد مساء الخير عليك يا أدا وعلى النقضة الرئيلي محمد مطوع وأنا شايف إعلان قائمة نهائية لأي منتخب بيكون معها جدل وكلام كتير في النهاية المدير الفني وصاحب القرار يتحمل مسؤولية أي إخفاق أو فوز كل توفيق لكيروش وقام المنتخب مصر في كاميرا عجبني جدا بصراحة محمد أنور مساء الخير عليك يا أدا اختيارات كيروش منتخب مصر جيدة في لعيبة على أعلى مستوى لكن في علامة استفهام على استبعاد رفعة وياسر ريان وإبراهيم عادل مش فاهم هو ما هو السبب ضم 25 لاعب فقط من قائمة نهائية 28 لاعب كل الدعم للعيبة منتخب مصر والجهاز الفني للمنتخب زملكاوي طبعا نتمنى توفيق لمنتخبنا رودي بتقول مساء الخير عليك يا أدا اختيارات جيدة بس في علامة استفهام على استبعاد إبراهيم عادل لمصطفى فتحي كل الدعم المنتخب بصراحة أبراهيم عادل من لعيبة الكويسين بس ما كانش موجو مع منتخب مصر بشكل قوي فمتهاء لي هو ما اعتمدش عليه في الفترة اللي فاتت يعني زياد 25 لاعب يا أدا لتحقيق حلم أكثر من 100 مليون مصري في كأس المال أفريقية بالكاميرون يا رب محمد محسن تحقيق ليك يا أدا اختيارات جيدة بس في علامة استفهام على استبعاد إبراهيم عادل كل الدعم لمنتخب مصر والكيروش أكيد كل الدعم لمنتخب مصر يعني نورتين وشرفتين يا أبو حميد ودايما بستمتع الكلام معاك وبنختلف بنطفق في وجهات نظر ودا جمال اللي حوار معاك سراحة أنا اللي بستمتع بالتواجد معاك كواحد من الموزيين الشباب المخترمين المثقفين إضافة للاعلام المصر والزمال كول شكرا لك جدا دي كانت نهاية حلقتنا شوفكم بكرا إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج أخبارنا ودايما نهاركم أو مساءكم أبيض بخطين حمر